اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشكر لك كل هذا لكني انا ابن السبعين عاما وايهم في الثمانين نحن وسائر اهل نجران ومنذ ان ابصرنا النور عشنا في رحاب ديني ومعتقد ابائنا واجلادنا على الدوام ونحن الاثنان قد سمعنا حجتك تماما حيث قلت ان كان سبب عدم انتماء عيسى المسيح الى اب عائد الى مشيئة الهية فالانسان اذا حيث لم يكن له اب ولا ام هو اكثر استحقاقا لربوبية العالم ومع كل ذلك فنحن جميعا سائرون على نهج وسنة اجدادنا ولنستطيع ان نصدق يا محمد انك انت هو رسول الله ماكبه تدعي يا محمد اتركنا نحن واهل نجران في حال سبيلنا دع سنتك لنفسك ودع سنتنا لنا ننعم بها نحن النجرانيين حين ننظر الى سنتنا نرى ان الحق معنا نحن لا مع الاسلام الذي تدعيه انت اهدأوا اهدأوا كل ما قلته لم يكن من عندي انا كان كله كلام الله المتعال لقد سمعتما حجتي ولم تتمكنا من الاجابة ومع كل هذا الاسرار فما زال فضلكما في محله ولكي القي عليكما اخر حجة من الله اقدم لكم اقتراحي في المباهلة المباهلة تعالوا ندعو الى الطرف الاخر بالبلاء من ربنا واللعنة من الله عليه حسنا هذا كلام لائق يا محمد فنحن واثقون باننا على الحق هذا الاقتراح هو فصل الخطاب في احتجاجنا عليكم موافق عليه اين موعدنا بما انكما قد قبلتما فان موعدنا في صباح الغدر خارج المدينة نحن نثق بالهتنا الثلاثة ان الهتنا سينزلون عليك البلاء وسوف يحرقون سلالتك ايضا وسوف يقضون على نسلك عن اخره وسيجعلون اتبعك بالنسبة الى ديننا في غاية الشوق واللهفة ان كنتم تحبون محمدا فخوموا بتوديعه الان لانه لم يرى شمس ظهيرة الغد احمل من العمر ثمانين عاما وقد انضيت سبعين عاما طوالا من هذا العمر المديد في الدعاء والتوصل وانا غدا ساحلل عبادة سبعين عاما من عمري في يدي وادعو بالبلاء والخسران لمرشدكم ما هذا ماذا يقول ماذا يقول كيف يجرع كيف يقول هذا كيف يقول هذا اهدأوا اهدأوا ولكن كيف يقول هذا لا يعترضن احد منكم هذين اهدأوا لقد منحت هذين الامان لكي يقولا كلامهما بهدوء واطمئنان اجلسوا اشتركوا في القناة ساقدم اليكم نصيحة واحدة ان تمكننا اليوم نحن الاثنين من انزال البلاء على محمد فلا تغطم منها فهذا ما اراده هو بنفسه ما اسمك يا صاحب الطلعة البهية ابو رافع الغلام المحرر لمحمد المصطفى انطرحت سؤالا عليك فهل تجيبني اجل اسأل ايها النجراني ان اراد محمد المجيب فمن اي اتجاه يأتي من الاتجاه الذي اتينا منه من الطريق التي سلكها الجميع تماما من امام شجرة النخل تلك امام شجرة النوبة محمد من الاشخاص كي يتلقى البلاء ذاك الرجل الذي الى جهة اليمين هو علي بن ابي طالب صهره ووصيه علي وعلي ذاك الذي في الخدق طام بقتل عمر بن عبد ودن العامري والحارس ومرحب الخيبري ومن تلك البرأة انها ابنة رسول الله وهي زوجة علي صحيح انها فاطمة سيدة نساء العالمين لقد اخطأت تقديراتنا يا سيد ايهم محمد لم يأتي مع جنده انظر يالا الهدوء والطمأنينة التي ترافقه موسيقى 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 بلعنة هؤلاء لن يبقى لنجران أثر ولا لأهل نجران أسرع يا عاقب أسرع ولا تدعه يلعننا وبئس العاقبة أطلب منه ألا يلعننا أطلب منه ألا يلعننا مهلا توقف يا محمد لا تلعننا لا تلعننا ترجمة نانسي قنقر